السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير انشاء الله عراكم ملاح هذه غيبة عندكم ازاي ما بنتوش ما درتونا فيديو ما اسمعنا احسكم ما والو ما فهمش انا اتخبيته مهم انا 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 قلت باش ننسق سعليكم شوية انشاء الله عراكم ملاح ولكم صحة رمضان كوم تصوموا بصحة والفيديو التالي اليوم مراني شوية مريد احبيت نديرها بس كالابالي وكما نديرهاش اليوم او ما رحش نديرها المهم الفيديو التالي اليوم رح تكون نديرها على هذا الميكروفون اللي بعتوه لشركة عبويا باش ننسيه يعني ونشوف اذا يصلح ولا ما يصلحش ونقول لكم الميكروفون هدايا الي هو بي واي اكس ام سيس اس 2 اس 2 بمعنى في زوج ميكروفونات ولا زوج ترانزميترز وكاين نسخة العادية اللي فيها ترانزميتر واحد الحاجة المليحة في هذا الميكروفون سيكو تقريبا كل حاجة يجي هنا في الباطعة هادية يعني ما كاش حاجة اللي تسحق تشريها زيادة ترانزميترز واحد ريسيفر يجو معاه زوج يعني اللي فيهم كاليتي مقبولة جدا فيه ثلاثة لكابل اس بي سي باش نشارجي وبيه يعني الترانزميترز وريسيفر فيه زوج انواع تلكابل جاك واحد الكاميرات واحد الهواتف ولا الحواسيب فيه ثاني زوج وينشيلزة دومة اللي يحميه من ريح كي تكون تصور برا وفيه الساكوشها ديه اللي يعني تقدر تدير فيها كامل هاد الاشياء دومة وديرها في المحفظة وفي الكورتاب بلا ما تخاف عليها أسكوش يتخذش ولي تكسر الشكل هذا الميكروفون يعني لو نتاعه الأسود داخل ليه يكون ما يجدبش بزاف الانتباه موما يبدو يبان بروفيسيونال يعني كنت تكون تخدم مع الكليون او ما كاش شاليكو كيف بدل الميكروفون هذا ما يحسش بليها لعبة كان الميكروفون وحتى البلد كواليتي تاعه جاء مليحة هو من البلاستيك بالصح يعني ما تحسش فيها حافزة اشخل غالطة هكذا او لا ما خدموها مليحة كلش مزير كلش مغلوق كما يلزم الحال نحكي وضوكا على العفايز اللي هاجبوني في الميكروفون هذا والعفايز اللي ما عاجبونيش نبدو بالعفايز اللي هاجبوني بانسور كما قلنا المطار تاعه شباب كواليتي تاع الميكروفون مليحة وثاني كواليتي تاع الصوت عجبتني بزاف وحتى اللوف مايك اللي يجيو معه في البطا الكواليتي تحوم شباب بزاف يعني تقدر ديراكت ثم بوشكاين في البطا تخدم به بلا ما تسحق حاجة اخرى حاجة المليحة اللي عاجبتني ثاني في هذا الميكروفون وهي تقدر تخير مونو او استيريو بمعنى عندك زوج ميكروفونات يعني تقدر تخير يعطيك زوج لبيست ولا بيست واحدة تاع الصوت مثلا اذا سجلت مقابلة تاعزوج من الناس بهذا تزوج ميكروفونات يعني عطيت ميكروفون لواحد وعطيت ميكروفون للشخص الاخر ومن بعدها كان واحد فيهم كان يهضر بصوت عالي وواحد بصوت هابط شوية تقدر في البوست بروداكشن تطلع غير هذا اللي كان الصوت هابط مطلعش فيه زوج وهذا الحجام اللي احب بزاف نروح ودوك نشوفوا العفاييس اللي ما عجبونيش بزاف في الميكروفون هدايا ولا حبيت يكونوا احسن كما مثلا المسافة اللي نقدرون نبعد بها بالميكروفون على الكاميرا بهذا الميكروفون قدرت نلحق حتى 60-70 مترا وبدأ يعني الاتصال هداك ينقاطع هقداراني 31 مترا هداك بعيد على الميكروفون طرم الموت الصوت ما زالوا يمشي أنتك وهقداراني حتى ال40 مترا ونتخبلكم مر الشجرة هدية مر الشجرة هدية مر الشجرة هدية سوف نبعد بها وليس صوت وهكذا يراني 1-65 مترا على الكاميرا وليس يلحق تشغل الماكسيموم نزل نعود لكم هذه اللاكس مر الشجرة اغلب الميكروفون لا تقدر تلحق بيوم انا حتى 100 مترا اذا لم يكن ينحجز بيني وبين الكاميرا اذا كان ينحجز دائما ينقاطع بصحادة مما ينحجز يلحق حتى 60-70 مترا يبدأ ينقطع الاتصال يعني 60 مترا لا يوجد شيء قليلا بصح هذا يعني نقص سوية على المنافسين حاجة اللي كنت حاب نشوفها في هذا الميكروفون واللي هي تسجيل داخلي سواء بكارت ميموار ميكرو اس دي ولا تكون فيه ميموار انتر كما الميكرو رود ويرلس بصحادة اذا كان حاجز بينكو بين الكاميرا وتقطع الصوت لا تستطيع تستطيع من تسجيل داخلي واحدة اخرى صارت لي مع ميكروفون واحد من الثانين اللي كنت في البطاء كنت سجيل لحد الانتربيو حتى لقيت الميكروفون لا يمشيش ولقيت بالليلجاك تقسم على زوج هي تكسر بالصح الرأس تنحى نقدر نحيه ونحيه صوت بالصح لو كنت تنحى يذهب للصوت يعني على كل حال المشكلة يستطيع يستطيع لا يصرع بصح انا احبت ونحكي عن التجربة قبل أن نكمل الفيديو سأقوم بكم تجربة صغيرة لكي تعرف الصوت وهنا هنا مشكلة لا تستطيع تنحي الانتربيو لا يجب تنحيها لكي لا تبحر ولا تستطيع 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 عيانة وهذا نستطيع نستطيع المسافة لكي تعرف لكي تعرف كيف الصوت بدلت نقصت ولا زادت على العموم لا يبدل صوت ولا ينقص والصوت يقعد دائما واضح كانت هدية الفيديو تالي يوم على كل حال شكرا على حسن الإصراء والمتابعة ونتلاقاوا في الفيديو القادم إن شاء الله لأنه مطولش بزاف يعطيكم صحة صحة في دوركم